بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري صياما مقبولا وإفطارا شهيا ودعوة مجابة على طوال أيام شهر رمضان الخير أن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام هذه النار التي أشعلها النمرود وجمع لها الحطب من كل مكان وقيل بأنه لا يستطيع الطير أن يطير فوقها لحرارتها فكان يسقط محترقا وعندما أراد النمرود عليه العائن الله أن يرمي إبراهيم عليه السلام في النار لم يستطع أن يقترب منها والمسافة بينه وبين النار تقال قرابة الألف متر وأكثر لم يستطع الاقتراب لحرارتها فصنع الشيطان له المنجنيق ورمى إبراهيم عليه السلام إلى النار ولكن الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ينصر عبده الذي يدعوه إلهي من لي غيرك أسأله كشف ظري والنظر في أمري كان إبراهيم عليه السلام يردد الوحدانية لله عز وجل كل الأمر إليك يا رب أنت القادر فقط لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروني بشيء ما ضروني أبدا وأنا متوكل عليك ملتجئ إليك فالله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة جعل هذه النار العظيمة الكبرى جعلها بردا وسلاما ورأى النمرود بعينه وكذلك رأى قومه كيف أن الله قد حول هذه النيران أو حول هذه النار إلى بستان مليء بالورود مليء بالأشجار وتدور حوله وتطوف الملائكة لذلك الذي قادر أن يستطيع أن يفعل ذلك وهو الله عز وجل بلحظة واحدة يستطيع أن يبرد قلبك الذي يحترق يوميا بنار التفكير حول قضاء حوائجك التي تعطلت بنار التفكير حول المشاكل التي تمر بها والأزمات وضيق النفس وإلى غير ذلك قادر في لحظة واحدة أن يطمئن قلبك في قضاء حاجتك وتفريج هذا الهم بأكمله ويحول حياتك كلها بردا وسلاما سعيدا قرير العين بقضاء حاجتك ما عليك إلا أن تقرأ هذا الدعاء مئة مرة وهذا الدعاء مجرب جدا جدا عند جميع علمائنا الأعلام وكيف لا يكون مجرب ويقضي كل حاجة وهو دعاء المولى علي بن أبي طالب عليه السلام عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لي لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكاف المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وآل محمد ثم اطلب حاجتك وكما يقول علماؤنا الأعلام كرر المئة مرة عشرة عشرة أي بمعنى كل عشر مرات تقرأها هذا الدعاء هذا الذكر تقرأه عشر مرات اذكر حاجتك برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام